السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وحلقة جديدة مع عبدايا جديدة والنهاردة هنجاوب على سؤال مهم جدا هل مريض السكر نوع أول؟ يمكنه الشفاء من نوع الأول؟ وهل ممكن خلايا بيتا سل بعد ما هي ما تنتجش الإنسلين؟ ممكن ترجع تنتج الإنسلين تاني؟ هنجاوب على سؤال النهاردة ولكن بعد الفاصل أهلا بكم طبعا هجاوبكم على سؤال النهاردة ولكن لازم نفهم كم نقطة كده عشان نفهم الدنيا دي فيها إيه؟ لأن ممكن الناس مثلا تحلل تحليل السيبيبتايت والأنتجاب تلاقي الإنسلين البيتا سل ما بتنتجش الإنسلين خالص وبعد فترة مثلا سنة أو سنتين تبص بقى فيه إنتاج الإنسلين هو إيه اللي بيحصل؟ طيب خلونا نفهم الأول مرض السكر النوع الأول ده قصته إيه؟ هل هو زي سكر نوعي تاني؟ لا ما زي سكر نوعي تاني خالص سكر النوعي التاني ممكن يبقى فيه عامل مشترك إن يبقى فيه فاميلي هشتري مثلا الأب أو الأم ممكن يبقى مرضى سكر بنقول إن هو لايف ستايل غلط فدخله في سكر نوعي تاني وهكذا لكن سكر نوعي أول مش شرط خالص إن الأب أو الأم يكونوا مرضى سكر بالعكس ممكن يكونوا الاتنين كويس جدا وما فيش أي تاريخ مرض في العينة ما هو عشان كده بقى سكر نوع أول ما يبقى ما يتشخص أصلا غير نوع أول دي نقطة النقطة التانية هل هو نتيجة لايف ستايل؟ يعني هل أنا أكلت مثلا أكل من الصحي أو اللايف ستايل بتاعي غلط عشان كده ما عدتش بنتك أنسين؟ برضو لا عشان بس ما تلوموش نفسكو فكرة منتهى البساطة بيبقى هنا مشكلة في المناعة يعني حصل عندك مشكلة حاجة ليه علاقة بالمناعة فقط لغير فبدأ الجسم يهاجم خلايا بتاسيل ويدمرها فهميني إزاي؟ يعني لنهاش علاقة خالص إن الأب أو الأم يكونوا مرضى سكر أو حتى كمان أنا اللايف ستايل بتاعي غلط لأ دي حاجة منعية ما لهاش أي علاقة بأي حاجة طيب انت اكتشفت روح تحللت لقيت السيبيبطايت بتاعك مفيش إنتاج للإنسولين وفي نفس الوقت اللي أنتي جاءت مفيش إنتاج للإنسولين وتشخصت إن أنت سكر نوع أول وبدأ الدكتور يديك الإنسولين من بره سواء بقى طويل مفعول مع اللي هو القاسير المفعول اللي أنت بتاخده بالليل مع اللي أنت بتاخده مع الوجبات تمام كده؟ طيب فجأة تكتشف مثلا بعد سنة أنت بتاخد نفس الجرعات ولكن السكر بتاعك بيبقى عالي فأنت مش عارف إن مشكلة والتحاليل عندك مش مزبوطة أنا ماشي على نفس الجرعات تيجي مثلا تروح تحلل تاني تتبص تلاقي السيبيبطايت بقى فيه إنتاج للإنسولين والأنت جاد بقى فيه إنتاج للإنسولين هو أنا معناي إيه؟ البنكرياس عندي بدأ إشتهال تاني يعني ممكن أوقف إنسولين سؤال ده مهم جدا لأن فيه مرحلة هنا بنسميها شهر العسل يعني إيه؟ يعني بعد اللي حصل توقف مفاجئ كده للبنكرياس وينه ينتج الإنسولين فاللي بيحصل أنت أخدت إنسولين من بره فخلاص بقى أنت ريحت البنكرياس وريحت خلايا بيتها سير خالص تمام؟ فتبدأ في خلال الفترة اللي هي السنة دي تبدأ تستعد كفاقتها تاني تبدأ ترجع تطلع شوية إنسولين تاني ولكن ده مش معناها أن انت ممكن تكون خفيت من النوع الأول لا ولكن ساعتها في الحالة دي الدكتور ساعتها بيقلل جراعات الإنسولين لازم يقلل جراعات الإنسولين لكن ده تفسير العلم الموجود لكن هل أنت تقدر تستغنى عن الإنسولين تماما؟ لا إن لو قدرت تستغنى عن الإنسولين تماما هينجي برضو البنكرياسة شوية اللي بيطلحهم مش هتعرف خلايا بيتها تطلحهم تاني وعلى حسب برضو هو بيطلع كمية قد إيه ولكن ده التفسير العلمي لأن في بعض الناس بتفهم إنها مثلا لو هي بتتبع التحاليل ما كانش فيه انتجاء خالص بدأ يبقى فيه انتجاء يبقى فرحان يعين إن خلاص الإنسولين بدأ يبقى الخلايا بيتها تنديكو تاني ونهو ممكن يتخلص من الإنسولين على أول هقولك للأسف ياريت الخلايا أو ياريت النوع الأول يبقى ليه علاج لأول الأسف أنت لازم تبدأ ماشي على الإنسولين ولكن ساعتها الدكتور بيقدر يقلل الجرعات اللي هو بيدهالك عشان السكر بتاعك يبقى مزبوط وكمة نجاح العيان بتاع مريض سكر النوع الأول إنهو دايما يكنترول على السكر دايما السكر ما يقباش عالي عشان ما يخشش في ضعفات السكر لأني دي بتبقى خطر جدا وتبقى خاصة اللي هو من هو صغير مثلا مريض سكر النوع أول ومكمل مع السين طويلة فدايما ببقى ريكمندي معاك إن انت تلعب رياضة عشان تحسن من حسية الإنسولين بس طبعا تحت إشراف كوتش وتحت إشراف الدكتور عشان مهم جدا تفهم تاكل إيه قبل التمرين عشان خاطر ما يحصل لكش هبوط إن هبوط السكر النوع أول ده بيبقى خطر جدا مهم جدا ان انت تنظم وجباتك ومهم جدا ان انت الإنسولين بتاعك ده يكافؤوا وحدات الكارب اللي احنا مسميها كارب كامل عشان خاطر السكر بتاعك يكون مظهور فهميني إزاي؟ فبحلقة النهاردة كده أنا فهمتكم إيه السبب لو إنت إيه الإنسولين بيبقى وهل ممكن تتعافى منه أو لا طبعا للأسف السكر نوع أول ده حاجة مناعية إذن حتى لو فيه إنتاج شوية إنسولين ده ما قدرش إنه هو يخليك مكمل للعمر الكل من غير إنسولين من برا يا رب دايما أشوفكم بخير وصحة وسعادة ودمتم دايما أصحاء يا رب واللهما إني أسألك علما نفعا ورسكا طيبا وعملا متقبلا وأشوفكم في حلقة جديدة مع عبدايا جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة